هذا وأجرى رئيس عبدالفتاح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من رئيس وزراء باكستان عمران خان ورئيس شوكة ميرزاياف رئيس جمهورية أس باكستان وسمو الشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد أبو ظبي والأمير تميم بن حمد ألسان أمير دولة قطر كما أجرى سيادته مباحثة جانبية مع أنطانيو جوتاريش سكرتيري عام الأمم المتحدة جاء ذلك على هامش مأدوبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جمبينج صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين